لماذا أنزلت الآية التي توعد فيها الله سبحانه وتعالى من يعادي جبريل عليه السلام لماذا جبريل عليه السلام دون غيره من الملائكة المكرمين ما هو السر في ذلك طبقا لما جاء في السنة النبوية العطرة تابعوا معنا هذا الموضوع المثير راجين من الله عز وجل أن تحوز هذه الحلقة على إعجابكم فهيا بنا فضلا اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات حتى تصلك كل الفيديوهات قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين قال الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكايل ولي لهم ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك فقال بعضهم إنما كان سبب ذلك من أجل منظرة جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر نبوته حيث جاء النص عن ابن عباس أنه قال حضرت أصابة من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمه وما أخذ يعقوب على بنيه لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعوني على الإسلام فقالوا لك ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني عما شئتم فقالوا أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن أخبرنا عن أي طعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التورا وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل وكيف يكون الذكر منه والأنثى وأخبرنا بهذا النبي الأمي في النوم ووليه من الملائكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لتتابعوني فأعطوه ما شاء من عهد ومثاق فقال نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا فطال سقمه منها فنذر لله نذرا لإن عافاه الله من سقمه لا يحرمن أحب الطعام والشراب إليها وكان أحب الطعام إليها لحوم الإبل وأحب الشراب إليه البانها فقالوا اللهم نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد عليهم وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظة وأن ماء المرأة أصفر رقيقة فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله وإذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله قالوا اللهم نعم قال اللهم اشهد قال وأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا النبي الأمية تنام عيناها ولا ينام قلبه قالوا اللهم نعم قال اللهم اشهد قالوا أنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك قال فإن ولي جبريل ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه قالوا فعندها نفارقك لو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك قال فما منعكم أن تصدقوه قالوا إنه عدونا فأنزل الله عز وجل قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل إلى قوله لو كانوا يعلمون فعندها باءوا بغضب على غطب وقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن أب النضر هاشم بن القاسم وعبد بن حميد في تفسيره عن أحمد بن يونس كلاهما عن عبد الحميد بن بهرام ورواه الإمام أحمد أيضا والواقع أن الله سبحانه وتعالى قد خص جبريل دون باقي الملائكة لأنه الوحي المنزل من عند الله بكلام الله عز وجل وما أوتي فيه من دستور للبشرية جمعاء وإلى يوم القيامة فهو تشريفا لمقامه الكريم فهو من أبلغ الرسائل السماوية كلها إلى الأنبياء على مر العصور ولذا فإنه كان مشهورا بين البشر ولذلك اعتبره بني إسرائيل عدوا لهم وهو ما وجب الرد عليهم به بمنتهى القوة تكريما لمقامه الرفيع عند الله سبحانه وتعالى هذا والله تعالى أعلى وأعلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سختك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات اللهم اهدني وسددني اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة فإن جار البادية يتحول اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة اللهم أكثر أموالنا وأولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا اللهم إنا نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم إنا نسألك الجنة وأستجير بك من النار اللهم برحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين عزيز المشاهد أترك إعجابك بالفيديو وأساعد في مشاركته مع أصدقائك وأخبرنا برأيك في التعليقات ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وكن بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا